خلينا ننتقل لجزء آخر وهو انبارح انبارح مباراة التراجي دايماً احنا اتعودنا ان انت تفرح وتتبسط وتبقى حتى لو ما كنتش لاعب يعني حتى لو انت جمهور بتشجع الفرقة فريق نادي الأهلي تحديداً بتتبسط وتفرح وكل حاجة ولكن دايماً في 90 دقيقة تانية شهادة هي اللي دايماً هتوصلنا للنهائي يعني احنا حتى يدي اللحظة حتى يدي اللحظة لغاية لما الحكم يصفر يوم السابت إن شاء الله احنا لسه مساعدناش النهائي بالزبط انا يعني عايز اقول حاجة عشان اكمل بس الجزء دي مهمة اللي انت قلتها مش عشان كابت النادي الأهلي ولا انت فرقتك بتلعب مش محتاجة نقاش الموضوع ده انا عقليتي عقليت مدرج انا بشوف كده انا بحب استنبد القراءة الناس بتقولي دايماً وتابع الناس بتقولي فيه ناس اللي بتتكلم بمنطق وعقل وفيه ناس بتنصب نفسها كانها رئيس مجلس الإدارة لازم كلنا ننبوزهم لازم كلنا ندعم ونسانة طول الوقت بالمناسبة مش فيه ما احنا بس طبعاً فاللي انا عايز اقوله اولاً اولاً فمطش مبارح فيه نقطة مش بيسلط عليها الدول بشكل كبير اللي هي النادي الأهلي بيبتدي المباراة لسه منزلش يسخن او لعبته بس بتسخن فيحصل شغب بالشكل ده وغاز ومش عارف ايه اما اجي ألعب في طبيعي في امور طبعية مع خلفية حصل حاجات قبل كده انا حبقال انا هو مرعوب وانتو فهمين نقصه ديه النهاردة شفت في صور وشفت فيديوهات ومتابع قبل ماجي البرنامج عشان لو اتسألت السؤال ده ودي كل حد حق والنهاردة كابتن محمود الخطيب هو مش مسافر رئيس النادي هو مسافر رئيس بعثة فمنوت بيه اللي هو البعثة دي كلها تروح في امان وترجع في امان ما يبقاش فيه مشاكل داخل الفرق اكيد بخبرتي وانا اما شفت المشهد حصل تواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيز وحصل تواصل مع المدير الفني اللي انا انزل ملاقيش اللي عيبت اثرت باي حاجة مع ان كان لقدر الله حصل حاجة عندك مليون حد زي ناس اخلق اعذار عندي مليون حاجة اولى لو لقدر الله حصل حاجة الاجواء اللي حصلت والده وطر اللعيبة واللعيبة خوفهم لان الاهلي ما بيعملش ده ولا لما بيخسل بطولة ولا ولا على مدار التاريخ عمرنا ما خلقنا اعذار انت بتخسر من نجم السحلي ترجع البطولة اللي بعدها تجيب بطولة افريقيا وتروح كس العالم تجيب تلت عالم فبتتعلم من المواقف فانا شفت الموقف ده شابول للكابتن محمود الخطيب شابول للكابتن سيد عبد الحفيز شابول المسماني اللي انا لما يحصل الموقف ده ولاقي اللعيبة رجالة في المباراة بالشكل ده فدي حاجة مشرفة وحاجة محترمة لان النادي الاهلي عشان اسمعت بعض الاراء لو فيه عشرين قرار اللي لازم ياخدهم مثلا العشرين قرار الاهلي حيلعب مش المفهمش قرار اللي الاهلي مش حيلعب المباراة انا عارف انا بقول ايه ففيه اللي اقويل بقى الاهلي كان يأجل يوم والفزلكة انا مش بتاع الفزلكة دي خلص وسوا انا عايز العب في مجلس ادارة حيلعب انا سفرت خلاص وانا مركز وفرقتي مذاكرة وفي الاخر طالما الفريق انا شايف من وجهة نظري مع المدير الفني مع مدير الكورن هو مكتمل انا كان ونقدر ننزل ونقدر نلعب خلاص بالزبط بالزبط فدي دي الشكر هنا كان واجب طبعا طيب الملعب فيه حاجة فنية برضو فيه ناس مش عايزة تشوفها ولا مش شايفها موسيماني لما لعب تلاتة هو لعب تلاتة بس اول ربع ساعة الاهلي كان بيضغط في التمنتاشر مع انه خارج الارض ودي شخصية الاهلي ودي ثقافة فرقة البطل على عكس الترجي بالمنافس على عكس الترجي كان بيرجع لو بيرفو عليك بيرفو عليك فانا من الاول اربكت المنافس ضغطت اول ربع ساعة لان الفرقة الكبيرة برضو مهما كان عشان لقى البدنية لها شخصية ما تروحش بشاك ما تدرش تضغط ساعة او او نص ساعة واربعة ثم بالزبط لعبت الربع الساعة الاولى اربكت المنافس ثم رجعت تلتين ملعب فده عمل ايه خلى الفريق مش عارف ها يضغط تاني وهو رجع بالزبط فلقينا امتلكنا في الوقت ده انت عملتي غيرت من ثقاف بقيت تعمل ايه تدوير الكورة تتعب الكورة في المبارات اللي زي دي عشان اما تتعب الكورة ليقطق البدنية بقت فيك بالمناسبة في امر فني بالنسبة لي مهم جدا فرقة الترجي وقعت بدنيا بص كورة الهدف واللي عبي عنت الوراء خمسة ستة حواليه بيقعوا حواليه البرجة البتاعه واسع سحيته فيه ده معناها اللي هما الفرقة وقفت وقف على حيلها بدنيا والناس ما تتكلمش على الاجازة بتاعت نوسمان بالمناسبة يودينا للست ايام اللي قال لك ست ايام كتير جدا انا كان معايا كابتن سيد عبدالحفيظ بالمناسبة قبل او بعد بطولة السوق شفت فالكابتن سيد كان قد ما كانك قد قال لي قال لي اسلام احنا مديين اجازة ست ايام بس مش اجازة سلبية اجازة اي لي لكل اللعيب يعمل ايه وشادي مثلا عنده حاجة معينة زود في الجيم كذا 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 وبالتالي الحاجات دي بتقلل من ان انت تفقد اه لقدر الله حصل حاجة كان هيتقال ليه ست ايام ست ايام انا بكلمك العقلية حفظها من واشنا بنلعب وانت فاهم عن بخير ست ايام الاجواء مش هيقولك الاجواء بقى حصلت فانت هنا لا الفريق كان محتاج ريكوفري كان محتاج راحة بالمناسبة مش مدي ما يشتغلوش فيها محتاج راحة سلبية لان ما فيش فرقة في العالم محمد صلاح فين نجم مصر نجم مصر في الجنة والعالمين والناس كله ودي حاجة محترمة اللي هو بيجي وقعد في بلد ومع انه قدر يروح اي مكان بس بيقولولو ابعد عن الكورة انت مفيش ابعد انت مكن شغال وقش منك على طول ومطالب منك تلعب كل يومين وكل تلاتيام ومطالب منك الفوز فده قدر النادي الاهلي ده قدرنا اللي انت تستحمل ده وتستحمل الدغوط وتكمل في طريقك وانت بتكمل في طريقك ده مفيش خلق عذار ودي مهمة جدا فالنادي الاهلي لغاية اخر دي شفت التراجب يقع بدنيا وانا بنقل الكورة ومستحوذ كمان والتغييرات لما نزل افشة بص الراجل بيروح امتلك الكورة اكتر امتلك الكورة اكتر برفع عليك وضيعنا هدف واثنين وثلاث بقى الكلام ايه بعدها ده الاهلي كان ممكن نكسب تلاتة واربعة وواحد بس الله ريحونا معك تهبنا بقى تهبنا وازهقنا عايزين توصلونا لايه بالزبط فكفاية بقى الراجل مدير فني بيعرف اتعامل وده وجهة نظري اتعامل مع المباراة بشكل محترم جدا اتعامل مع المباراة بخبرة في افريقيا بشكل كبير كمان اسلام ندي اللعبة كلها كانوا رجالة اكرم توفيق بيلعب مش في مكانه فبالنسبالي طالما ادى بالشكل ده لو قدى عشرين في المية كنت اقوله بشكرك على المبوط بنتكلم على ديانج بنتكلم على حمدي فتح بعيد ويرجع ما تحسش انكار الزيت اللي الناس عاوزين انكار الزيت اللي هو اسم النادي الاهل ما بالك اللي انت بتلعب بدون جمهورك كمان فلعب النادي الاهلي عنده شخصية لعب النادي الاهلي بلعب على البطلات لعب النادي الاهلي ما عندهش خلق اعزار لعب النادي الاهلي يمشي اللي يمشي الاهلي بيكمل طريقه يمشي اللي يمشي الاهلي بيكمل طريقه النادي الاهلي ما بيقفش على حد وانا مش هقول الجمل المعتاد عليها في السوشيال ميديا الاهلي بمن حضر لا الاهلي حضر في المعاتل الوقت